الوحش كنون واخيرا واخيرا يعني استيقظ بعد سبات طويل دام اكتر من 10 سنوات اليوم راح نحكي على احدث كاميرتين من كنون اللي هن ال R5 وال R6 راح نحكي شوي وندردش عليهم خليكم معي مرحبا معكم معي من قناة زوم لند اذا انت اول مرة بتشوف القناة هي مختصة بتعليم التصوير الفيديو والصور بيع الصور تصوير لدرون وشغلات لطيفة يعني ممكن تفيدك بهاي القناة اذا حابب انك توصلك الفيديوهات الاسبوعية ما تنسى تضغط على زر الاشتراك بالقناة والجرس لتتأكد انه وصول الفيديوهات بشكل يعني دام طبع من زمان من اكتر من 10 سنين احنا ما سمعنا اخبار انا برأيي ما سمعت اخبار جيدة عن كنون كل كاميرا بتطلعها الا ما تعمل فيها مشكلة او يعني فيها نقص يعني مزعج اما يعني تعمل كروب للفيديو او انه مثلا يعني تشيل او تحذف الاوتوفوكس الاوتوفوكس من مثلا الفور كي مثل الكنون ام ففتي طبعا استردناها هاي الكاميرا بفيديو سابق فيكن تشوفوا الفيديو فوق لكن اليوم راح نحكي شوي عن مواصفات الكاميرتين اللي هني نزلوا انا برأيها افضل كاميرتين من اكتر من 10 سنين من شي 12 سنة ما نزلو متل هاي يعني متل هالمواصفات هاي عنا مقارنة بالسعر طبعا يعني السعر والمواصفات انا بشوفوا تقريبا كاميرا شبه كاملة على الوراء لكن انا ما مسكته في ايدي وبعدني ما جربته لكن على الوراء فانا بشوفه هندوله الكاميرتين اكتر كاميرتين كاملين بالمواصفات والسعر راح نبدع هي الكنون ار فايف. الكنون ار فايف يا اصدقائي واللي هي الكاميرا الرئيسية والاغلى. الكاميرا خمسة واربين ميجابيكسل. حبت طبعا فول فريم. السنسور طبعا ستة وثلاثين باربعة وعشرين. اه البروشيسور او المعالج هو من ديجيك اكس. وهذا احدث معالج من شركة كانون. الايزوت طبعا بيبدأ من مية لواحد وخمسين الف وميتين. طبعا الكاميرا فيها ايبس او اللي هو بسموه الامج استابلايزيشن بقلب البادي بقلب يعني الكاميرا نفسه. او تمان يعني تماني ستوب. طبعا هالشي روعة جدا. طبعا انت اذا بيتركب كمان عدسة فيها اي اس او امج استابلايزيشن فاني رح يشتغلوا مع بعض لحط يقطوك ثبات رهيب بالصور والفيديو. يعني اذا انت عام تصور مثلا صورة او صورة باضاعة منخفضة ففيك فيك فيك تنزل شتر سبيد اه تمان يعني تماني ستوبس وما بي ما في اي اهتزاز اي مشاكل بالاضافة اذا تكتصور فيديو فهو تقريبا كأنك انت بنستخدم الجيمبل او اللي هو المثبت لاهتزاز الميكانيكي. بالنسبة للبعا لتصوير الفيديو اللي هي هاي تقريبا النقل النوعية. الكاميرا بتصور ايت كي تماني كي. وهي طبعا يمكن اول الكاميرا بتصور تماني كي بطبعا كاميرا دي اسل ار. تماني كي او رو. اه بتصور لحد لتلاتين فريم بير سيكن يعني بتصور تلاتين اه تلاتين اربعة واشرين فريم بير سيكن او رو. تين بت. تين بت. عشرة بت. يعني انت هذا طبعا رقم مخيف جدا يعني بالنسبة للكاميرات الدي اسل ار. يعني انت كأنه مع كاميرا سينما بكاميرا اه صغيرة. الكاميرا فيك تصور فيها ايت كي لحتى تقريبا العشرين دقيقة اذا كان الجو اذا انت بحرارة الغرفة يعني ما في كتير حر او هذا. اما بالنسبة للفور كي فبتصور لحد المية وعشرين فريم بير سيكند وهي طبعا كمان نقلة نوعية تانية. اه لا بتصور لحد لتلاتين دقيقة. لكن ما بتصور رو فور كي بتصور فقط اه ام بيك فور بيتين واربعة وستين وميتين وخمس وستين. طبعا ما في اي كروب للفيديو يعني ما في اي اه يعني اقتطاع بالفيديو. من ال ايت كي للفور كي للفور ايش دي ما في اي اقتطاع وهذا طبعا اجمل شي. طبعا بالنسبة للصور بتصور 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 تصوير سريع او البرست مود او اتناعشر صورة على الشتر الميكانيكي والديجيتال اه على العشرين صورة. حلا بنيجينا مواصفات اللي هي الكاميرا اللي ارخص مننا شوي اللي هي الكنون ار سيكس. دقة الكاميرا هي عشرين ميجابيكسل. الكنون ار فايف خمس واربين ميجابيكسل. لكن انا براية عشرين ميجابيكسل هي منيحة لكتير اوضاع يعني ما انا ما بشوف انه الخمس واربعين ميجابيكسل كتير في فرق كبير بينه وبين العشرين ميجابيكسل. إلا إذا أنت حابب الصور أنك أنت تطبعها بأحجام كبيرة جداً لجماعة تصفير التجارية أو تصفير الأزياء ممكن يحتاجوا إلى 45 ميجابيكسل برضو فيها الكاميرا هاي بقلب تبع الكاميرا فيها المثبت اللي هو موجود بالسنسور لحد الخمسة X وصير 8X مع العدسة إذا كان فيها IS طبعاً هاي الكاميرا ما بتصور الرو لكن بتصور 4K لحد الستين وأنا بشوف يعني جيد جداً يعني كتير ناس أني ما بيحتاجوا المية وعشرين فعنت هون فيك تصور لحد الستين فيك تصور يعني ستين، تلاتين، أربعة وعشرين على ND 10 bit مش 8 bit لأنه شوفه انتهوا أغلب الكاميرات هي بتصور 8 bit هاي الكاميرا هي والآر فاي بتصور 10 bit يعني انت فيك تاخد يعني فيديوهات نقاء اجمل فيك تعدل افضل يعني في معلومات في معلومات بالفيديو اكتر ففيك تشوف تفاصيل اكتر الكاميرتين الار 5 والار 6 فيهم اللي هي اللي هي الشاشة اللي هي اللي فليب سكرين يعني انت فيك تشوف نفسك وانت عم تصور كمان نفس الشيء اللي موجود بقلب هاي الكاميرا هو نفس البروسيسور اللي موجود بالار 5 اللي هو ديجيك اكس هاي الكاميرا طبعا سعرها بيبتدي من الفين وتممية وتساوزة يعني ارخص بكتير من الكنون ار 5 يعني اللي ما معه اللي ميزانيتو ما بتتحمل الكنون ار 5 ففي عنده خيارتان اللي هي الكنون ار 6 اللي هي بتبدأ من الفين وتممية وتسعة وتسعين دولار هلا ممكن كثير ممكن يسألني طب اي الكاميرا انها ممكن تكون مناسبة الي اكتر هلا على حسب على حسب اذا انت كنت 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 شخص مهتم بتصوير الافلام مثلا حاب انك تعمل افلام قصيرة وحابب انت كنت حابب انك تشتري مثلا كاميرات سينما لكن مو قادر على على اسعرها وبنفس الوقت انت كمان بتحب تصور صور فانا برأيي الكنون ار 5 انت يعني يعني راح تاخد قيمة عالية مقارنة بالسعر اما اذا انت شخص مثلا يعني حابب انك تشتري كاميرا فول فريم انه تصور صور حلوة وفيديوهات كمان حلوة اه من دون ما تدفع اه سعر الكنون الكنون ار 5 فانت انا شايف كمان ما راح تخسر او انت راح تاخد كمان قيمة عالية جدا اه بشراءة للكرون ار 6 يعني الكنون ار 6 مواصفات لا يستحان فيها يعني فيها تصور فور كي سكستي فرين بير سكنت يعني اكتر من السوني اي سبين اس تو والسوني اي سبين ثري حتى تصور لحد التلاتين الفريم بير سكنت الفور كي القرعو بتتصور لحد اللي بتصورة عالفول اشدي ميواة عشرين فريم بير سكنت يعني انت بتاخد قيمة جداً عالية لكنه طبعا الار 6 ما فيها تصوير فيديو رو ما فيها فور كي مية عشرين فريم بير سكنت ما فيها طبعا يعني انا بشوف بصراحة الايت كي يعنو ما يعني ما بتهم اغلب الناس لانه ليش ازا انت حاب تصور 8K او 8K فاغلب الكمبيوترات ما رح تتحمل هادا الحجم الكبير من الفيديو يعني بده الكمبيوتر ديناسور الكمبيوتر وحش اللي هتقدر يتحمل انه الـ 8K وطبعا السعر فانت يعني هذا الشي بيختلف وانت قديش حتى تتحطط الميزانية طبعا الكاميرتين بياخدوا عدسات اللي هني RF طبعا فيك تتركب ادابتر وتحط في عدساتك الكنون اللي هي EF ما عندك اي مشكلة يعني هذا كان كل شي لليوم هذا الفيديو اصير هيك بس ملخص على كاميرتين كانون الجداد طبعا الكاميرتين نزدوا اليوم اليوم الي هو اليوم تسعة سبعة طيب حضر كل شي كان لليوم اي حتى عنده سؤال ما يتردد يسأل بقسم التعليقات تحت وما تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وبتمنى لكم يوم سعيد سلام